ونبقى في الشان السودانية حيث مدد مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة الأممية إلى السودان عاما إضافيا في خضم احتجاجات تشهدها البلاد ضد رئيس البعثة وصوت ممثلوها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد التفويض المعطى لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان حتى الثالث من يونيو من عام 2023 وتعمل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على تسهيل حوار سياسي لحل الأزمة السودانية